إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نبتيه أجر عظيم ويقول الحق في كتابه العزيز وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عربها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالصراء والغراء والكاملين الغير والعرفين عن الناس والله أحب المحسنين صدق الله العالم بداية إحنا نعتذر بأشد العلو عن الشاب محمد نايف اللي أقدم على هذا العمل السيد هذا مرفوض إحنا نستنكر لكن إخوان إنتوا عارفين رب العزة في كتابه العزيز شو قال والعصر إن الإنسان الذي يخص إلا الذين آمنوا وعاموا بالصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصراء صدق الله العالم طبعا أنتم عارفين هذا البلد الله حميها برحة جلالة الملك وشعبه الضيب والأبنى العاملين دائما يوافر لهم نقدمه جزيلة شكر والانتنان يا أخوان إحنا لازم نطلق بأقصر رقوبة لكل مجرم سفاح وعلى كل إنسان بعمل بهذا العمل ويقدم على هيك شيء وهذا عمل من الشيطان يا أخوان لو لا الشيطان ما بيقدم على الإنسان والواهي كان الدنيا من أول الدنيا ما صارت الفتنة وما تهاني كذل أخوه هذا الضبح والقتل والجرائم اللي تصير كل يوم هذه كل يوم بتصير وعندنا وعندكم واليوم عندكم وبكرة عنا نحن جناكم بهذه الجاهة معززة بالاعتراف وعلى دماغكم العامل والذي تجدوا علينا فيه الشيخ قاسم نحن تحت الأمر أبدا نحن معتل فيه الكفير موجود ويقول رسول عليه الصلاة والسلام دمزم الكعبر حجر من حجر أهوى من هذا الإدام المسلم هذا ما نص عليه الحديث كل المسلمة على المسلمة حرام دمه وماله وعلم نحن نطلبها من الله منكم نحن جايين وفديوان حملوا علينا إن شاء الله الجاء حمالا ولكم الحشم والدنرامة السلام عليكم ورحمة